مرحبا حبايبي أصحاب برج الجدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسه نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي أشوف أهم الأحداث اللي راح تصاروا يا أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوف راح يغير حياتك المادية ويحسن من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوف أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت مخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك ياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية تتحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هواية قبل ما تغطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هواية مسؤوليات هواية راح تكون خاصة على الصعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايد مسؤولية بيت شايد مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم تزوجوا عنده أولاد فأشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أنه تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مارق خسارة مالية بالسابق وهذه الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة البعض من عدكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي موقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم به أو حتى شيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم بروقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هواية أحداث قاعد صل بكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل تصير لكم من أمرأة أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويهاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزين يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موديتش الأمور التمام شوية بها تباطوا أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطوا أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسار تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسار الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مو لكل البعض وطبعا البعض اللي دا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي دا أقولاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن بيكون بساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حاصلوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة أرزاقكم للناس تكتمون أموركم أموركم الحلوة لنفسكم حتى قضاء الحوائج قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسوي أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تكتم المشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامه ينحسد عليها تكتم أموالك تكتم عليك كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتموا بهاي السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهاي السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عملهم ويعرفون أنه ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق لكم هواية أمور خاصة الأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملي تتمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنتو البعض منكم متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشي مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدمه ببطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتوض عليه ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي الشهر الثاني لناس اللي مقدمين على هجرة أو شي وأمرهم كان معلق فأشوف شهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر شان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو ردي متعرض للسحر أو عمل أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشي شوفوا أنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شي بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم آلام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشي محتاج منك وقفة محتاج منك أنه تستشير طبيب هواي الناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح أتعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوف ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتاف وبظهر أكثر شي هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر أنا قلت لكم أشوف أن الأمور تعدي على خير ولكن محتاجة منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا الشخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالع يمي طاقة هوائية هذا الشخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا الشخص ممكن يكون دي غشك أو حتى لبعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم لبعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك الحد الآن ما مكتشف هذا الشي أشوف راح أتكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده أشد الحذر لأنه هذا الشخص أول شي ينقل كلام منك ويوديه لغيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الأطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي يموقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشارك طبعا للبعض منكم ولي الكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فأشوف أنه هذا الشخص اللي من العائلة احذر من عنده أشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل لغير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوف اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من ورا ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فأحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة سيفن و سور بمعناها أوردي أكو شخص بالعائلة أنت مخدوع به هذا الشخص اللي أنت مخدوع به ممكن قلت لك أحذر من عنده أحذر على أموالك أحذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحكي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقة منه هو موجود فأحذر من هذا الشخص بهذه السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطابعة بهذه الفترة أنت عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت وما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطئ بالأمور المادية أو حتى بحياتك وبصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقة هنا برج العدراء أيضا متباطئ فبعض من عندكم دا توصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالأمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة تأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وأقول لكم أشوف أنه أكو عمل مأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شعال يحاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مال الأحباط من تطلع بالأمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفة أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاص أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي من توقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هو باقي على المضمون لأن قتلكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشون تخطون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشيء المضمون اللي موجود عندك الثابت وذا تحاول تشتغل عليك قاعد ترفض هوية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد تشوفك متباطئ وما قاعد تخطي خطوة إلى الأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشيء اللي موجود بين إيدك خاصة أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقة تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفه مأثر على حياتك كلها بصورة عاملة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم مانرب انفصال هذه الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية و هنا أيضا عندك ورقة ذو ورد هي ورقة النهاية فإنت ممكن البعض من عندكم يكون ناهي علاقة فعلا وأن هاي العلاقة ما كانت نهاية مرضية إليك هذه العلاقة ممكن أنت تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا كان ثابت ومستقر فجأة جتي عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مو نتائج أعمالنا هاي التغييرات القدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي قد أنه البيت إذا كنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة طلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواية وحاولت هواية حتى تحافظ عليه الخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهم يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعدها العلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بسبب طرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة شنو تتحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت شنو تبني عليه هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد لها سبب أنت عندك إحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي اللي مأثرة لأنه طلعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يكون يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قتلكم ممكن تكونوا هي شخص من برج ناري ممكن تكونوا هي شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل نام موجود يمي برج القوس برج الثور برج العدراء برج العقرب برج السرطان هاي ورقة شوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا شنت تتعاملوا يا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلتلك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أنه العلاقة هاي لازم تنتهي تشانت بس أنت شنت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا تشانت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت تحاول تأخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا شخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت تحاول ترجع هذا الشخص لحياتك أو حاولت ترجع هذا الشخص لحياتك زيادة عن اللزم ولكن هذا الشخص انطاك ظهري وراح ممكن يكون هذا الشخص حتى بلش بداية جديدة بعيدة عنك عندك ورقة النهاية أكو صفحة كانت ما مغلقة من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي قطيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص ثالث انت وهذا الشي اللي صدمك أو فاجأك هاي الصدمة الكبيرة تجاه شخص وقررت ان تنهي العلاقة لأنه قاعدة شوف انه انت خلاص قررت ما تنطبعد فرصة ثانية لهاي العلاقة